إذا دخل رمضان ونازلنا في الحجر المنزلي معنا هذا يا أخوان إن هذا لعله أفضل رمضان يمر علينا أعيد مرة ثانية ما عدا صلاة الجماعة في المسجد إن وجدت هنا نكون خلاص اكتمل له أضع لكن لو كنا محجوزين في البيت محجوزين في البيت على هذه الحال يدخل علينا رمضان فهو أفضل رمضان يمكن يمر علينا شلون لا عمل لا دوامات لا شغل يعني شنو عندك بين النوافل وبين الذكر والدعاء وبين المصحف رمضان يا جماعة ترى مو شهر حق الزيارات وحق الطلعات وحق الوناسة هذه عاداتنا متعودين عليها صح لكن الأصل في رمضان الخلوة إنك تجلس بينك وبين الله المسجد إن صار فهو خير وبركة إن ما صار في البيت إن دخل رمضان وحنا في الحجر المنزلي يعني أبشر بوقت تقضيه مع الله يمكن ما مر عليك في حياتك كلها يفترض في رمضان اللي ما عنده شغل كل ثلاث أيام يختم ختمة كل سبع أيام يختم ختمة أربع خمس ختمات تختمها في رمضان مو بس تختمها بقراءة تختمها بتدبر لا تقول يا رب ما يجي رمضان وحنا بالحجر أنا أقول يا رب يجي رمضان ونصلي في المسجد هذا أهم شيء لكن ما عدا هذه الأمور فنحن في خير لو كنا في هذا الحجر أسر الله نعافينا من هذا المرض